هناك اتهامات لكم أيضا في هذا الإطار أنكم حولتم الهيئة إلى حزب سياسي وتنسيتم دوركم الأصيب نحن نقول إذا كانت جمعية علماء الجزائر نشأت كردة فعل على الاحتفال بالعيد المئوي للاحتلال الفرنسي للجزائر وكانت في طليعة المعارضين والمقاومين لهذا الاحتلال حتى تحررت الجزائر فهيئة علماء المسلمين كانت ردة فعل للاحتلال الذي وقع على العراق ففي الأسبوع الأول من الاحتلال هيئة علماء المسلمين شكلت لتقاوم ولتعارض ولتعالج هذا الحدث وما ترتب عليه من تبعات جسام سياسيا واقتصاديا وعقائديا واجتماعيا من تمثلون فهي قائمة بواجبها منذ ذلك اليوم إلى هذا اليوم ويبدو للأسف أن الذين قالوا هذا القول لم يفرقوا بين السياسة المجردة وبين السياسة التي تقتضيها الضروريات أو الضرورات الشرعية والوطنية والإنسانية للبلد في ضرف الاحتلال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر